بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن في هذا المجلس من مجالس الأربعون القلبية وشرحها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال الحديث يقول أهل الجنة ثلاثة أي ثلاثة أجناس من الناس كما قال صاحب المرقى ذو سلطان قال القاري ذو سلطان أي حكم قال الطيب ذو سلطان ذو قهر وغلبة من السلاطة وهي التمكن من القهر قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم ومنه سمي السلطان سلطانا وقيل ذو حجة لأنه تقام الحجج به وقال الشيخ العثيمي رحمه الله في شرح الرياض السلطان يعم السلطة العليا وما دونها يعني قد يكون أميرا قد يكون وزيرا قد يكون ملكا قد يكون رئيسا حاكما قد يكون ما هو دون ذلك من أصحاب السلطة وقوله مقسط أي عادل يقال أقسط فهو مقسط إذا عدل وقسط غير أقسط تماما تختلف قسط يعني جارة أقسط عدل وقال أبو منصور الأزلي رحمه الله من أئمة اللغة القسط العدل والفعل منه أقسط يعني عدل وأما القسط بالفتح فهو الجور يقال قسط يقسط قسطا وقسوطا يعني جورا وظلما وقال الزبيد رحمه الله في العدل لغتان قسط وأقسط وفي الجور لغة واحدة قسط بغير ألف ومن قوله تعالى وأما القسطون فكانوا لجهنم حطبة ما معنى القسطون؟ قسط اسم فاعل من قسطة ما معنى القسطة؟ جار وظلم فإذا قوله مقسط ذو سلطان مقسط يعني عادل وقوله متصدق يعني محسن إلى الناس معطي باذل جواد كريم موفق قوله في الحديث موفق قال القرطبي رحمه الله موفق يعني مسدد لفعل الخيرات وقال القائل رحمه الله موفق أي الذي هيئ له أسباب الخير وفتح له أبواب البر المرقات وقال الشيخ العثيمي رحمه الله في شرح الرياض أي مهتد لما فيه التوفيق والصلاح وقد هدي إلى ما فيه الخير فهذا من أصحاب الجنة إذن الصنف الأول المقسطون من أصحاب السلطان والولايات على الناس الذين يعدلون بينهم ويحسنون إليهم ويتصدقون عليهم وفي الصحيحين سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل فذكر أول السبعة فذكره في أول السبعة وهذا يبين أن العدل بين الناس في الولايات من أجل الأعمال وأزكاها عند الله ومن أعظم ما ينفع صاحبه وأن الله يظل في ظله قبل دخول الجنة في الحشر في المحشر ثم يدخله الجنة في أول الداخلين طبعاً الآن في زمننا هذه الولايات متنوعة فيوجد مثلاً مدير مدرسة مدير دائرة حكومية الولايات الآن السلطات موزعة في مناصب كثيرة الثاني في الحديث وهو الشاهد منه في موضوعنا موضوع القلب ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم رحيم على الصغير والكبير رقيق يعني يرق قلبه فيرحم لكل ذي قربى لكل صاحب قراب منه بينه وبينه نسب أو صلة الإسلام لأنه قال ومسلم يعني لكل مسلم عموماً وليس فقط لأصحاب القرابات وعندما تجتمع صفة الرحمة والرقة هنا رحيم رقيق قال بعضهم الرقيق هذه صفة ذاتية لقلب الشخص والرحيم متعدية فيرحم غيره والرحيم هذه صفة عامة شاملة للإنسان والحيوان فإن الحيوان أيضاً يرحم صغيره فترفع الفرس قدمها عن ولدها خشية أن تطأه قوله رحيم من الرحمة رقيق القلب من الرقة خلاف الغلظ والعنف فلصفاء قلبه ورحمته صارت فيه هاتان الصفتان الرقة والرحمة وهذا موضع الشاهد أن الأصحاب القلوب الناجية والذين يدخلون الجنة يتصفون بالرقة والرحمة فعلى من أراد أن يدخل الجنة أن يكون قلبه رقيقاً رحيماً يرق ويرحم ورقيق القلب عكس القاسي لأن القسوة صفة ذميمة فويل للقاسية قلوبهم وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة لرحمته بخلقه فيرحمه ولرقة قلبه لأنه يحسن إليهم ولا يظلمهم والمقصود أن هذا الصنف من أهل الجنة يتصف بالرحمة ورقة القلب وهذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري رحيماً رفيقاً وقال ابن قيم رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هيّن المؤنة ليّن الخلق كريم الطبع جميل المعاشرة طلق الوجه بساماً متواضعاً من غير ذلة جواداً من غير سرف رقيق القلب رحيماً بكل مسلم خافض الجناح للمؤمنين ليّن الجانب لهم انتهى كلام رحمه الله في المدارج أما أهل الكفر الذين يحادون الله ورسوله فيجب الغلظة عليهم قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فليسوا محلاً للرقة ولا للرحمة وقال الله للمؤمنين يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة طيب ما هو الصنف الثالث في الحديث قال وعفيف متعفف ذو عيال قال ابن الجوزي العفيف الذي يكف يده عما لا يحل له والمتعفف يعني عن سؤال الناس فإذا قيل ما الفرق بين العفيف والمتعفف المتعفف الذي يكف نفسه عن السؤال والعفيف الذي يكف نفسه عن الحرام وعما لا يحل له قال القاري وعفيف متعفف ذو عيال ثالث الثلاثة مجتنب عما لا يحل متعفف عن السؤال متوكل على الكبير المتعال أو على الملك المتعال في أمره وأمر عياله لأنه قال في الحديث ذو عيال أي لا يحملوا حب العيال ولا خوف رزقهم على ترك التوكل بارتكاب سؤال الخلق وتحصيل المال الحرام والاشتغال بهم عن العلم والعمل بما يجب عليه فهو صاحب عيال وعياله لا يشغلونه عن الطاعة وصاحب عياله لا يحملونه على سؤال الناس وصاحب عياله لا يحملونه على كسب الحرام كالرشوة والسرقة وفي قوله العفيف إشارة إلى ما في نفس هذا الرجل من القوة المانعة له عن الفواحش عفيف بطبعه متعفف مكتسب لمزيد من العفة يمنع بها نفسه من الحاجة إلى الخلق أو سؤال الخلق ذو عيال لكمال يقينه وتوكله على الله ما يمنع الحمل ولا يحد النسل ولا يحمله خشية نفقات الأولاد على منع قدومهم إلى الدنيا لأنه متوكل على الله وأن الله ضمن الرزق لكل ولد يأتي فهو مرحب بقدومهم متوكل على الله في رزقهم قال في دليل الفالحين زوعيان لكمال يقينه وثقته ووثوقه بمولاه لتضمنه يعني لأن الله يضمن أرزاق العباد وقال الشيخ بن عثمين في شرح رياض الصالحين رجل عفيف متعفف ذو عيال يعني أنه فقير لكنه متعفف لا يسأل الناس شيئا يحسبه الجاهل غنيا من التعفف وهو مع فقره عنده عائلة فتجده صابرا محتسبا يكد على نفسه فهذا من أهل الجنة وهذا الوصف ذو عيال في زماننا هذا وصف الرجل الفقير المحتاج الذي لا يكاد يجد ما يكفيه ويكفي عياله وهذا الحال صار مع الأسف حال مكروه من كثير من الناس يؤخرون الزواج من أجل تلافيه يعني يقول أتزوج وأتيني عيال من وين أجيب لهم أترك المرأة تحمل ما تأخذ موانع وتحمل وتلد والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من وين أجيب لهم فصار هذا الوصف المذكور في الحديث وصفا منبوذا من كثيرين يعني واحد فقير متعفف ذو عيال صار هذا شيء يهرب منه ويشردون منه وعلى موانع الإنجاب على تحديد النسل على كذا على تأخير الزواج على ما نبغى أولاد في البداية مع أن الوصف هذا في الحديث وصف ممدوح بل صاحبه من أهل الجنة فبعض الناس يكره أن يكون ذا عيال يعني عنده كذا عدد وهذا يتطلب طعاما ولباسا دواء دراسة نفقات معروف الآن الآن تكلفة الأولاد معروف عد عد فقوله ذو عيال رجل عفيف متعفف ذو عيال هذا جنس من أجناس أهل الجنة طبعا الشاهد من الحديث قوله رحيم رقيق القلب وهاتان صفتان مهمتان للقلب وينبغي لمن عنده نقص فيهما أن يحاول الكسب المزيد